وزير المواصلات نحن فخورون بأن نعلن أن شؤون الطيران المدني بصدد تعزيز تغطية أنظمة الاستطلاع الحالية في مطار البحرين الدولي بأحدث التقنيات والأنظمة التي ستساهم في تطوير خدمات الملاحة الجوية في المملكة بما يتماشى مع الخطط الإقليمية والدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية في مجال الملاحة الجوية وأشار الكعبي أن النظام الجديد سيوفر معلومات دقيقة عن مواقع الطائرات لمراقمية الحركة الجوية وفقا للمعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي مؤكدا في الوقت نفسه إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز كفاءة الحركة الجوية وتقليل استهلاك الوقود للطائرات ورفع مستوى السلامة في إقليم البحرين لمعلومات الطيران بالإضافة إلى العديد من المزايا والتحسينات لخدمات الملاحة الجوية ترجمة نانسي قنقر